السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل فيديوهات مقارنة بين العربيات القريبة في السعر من بعض طبعا احنا اخدنا مجموعة من المقارنات النهاردة المقارنة ما بين البروتون ساجا والبيو اي دي اف سري العربيتين دول اسعارهم متقربة البروتون ساجا نزلة بمجموعة فئات بتبدأ من ربعمائة الف لحد ربعمائة وعشرين الف البيو اي دي اف سري نزلة بمجموعة فئات من تلتمائة وتسعين الف لربعمائة واربعين الف هنقارن ما بين الحاجات المهمة في العربيتين يعني هنبعد عن الطول والعرض والارتفاع والكلام اللي مالوش لازمة ونخش في المواصفات المهمة اللي تأثر على انك تشتري عربي بالنسبة للعربيتين اللي بنقارن بينهم النهاردة البروتون ساجا دي موديل الفين اتنين وعشرين ده اللي موجود حاليا في السوق المصري والبيو اي دي اف سري موديل الفين تلاتة وعشرين العربيتين سيدان بالنسبة للوكيل العربية البروتون ساجا ده عز العرب وبالنسبة للعربية البيو اي دي اف سري شركة الامل للسيارات عدد الفئات هنا في العربية البروتون ساجا فئتين وبالنسبة للعربية البيو اي دي اف سري برضو فئتين بلد المنشأ البروتونساجة مصدرها ماليزيا مش متجمع من هنا في مصر هي جات لنا استراض من ماليزيا بس طبعا استراض حسب الطلب يعني يشيل ايه وحط ايه يعني ده نوع من انواع الاستراض موجود في مصر بس بالنسبة لبلد المنشأ بتاع العربية البيو اي دي افسيري كلنا عارفين هي الصين ومتجمعها هنا في مصر نخش بقى على الحاجات المهمة ساعة المحرك في العربية البروتونساجة 1300 سي ساعة المحرك في العربية البيو اي دي افسيري 1500 سي سي عدد سلندرات اربعة في الاتنين سبابات 16 سباب في الاتنين القوة الحصانية طبعا هتلاقي ما تأثرة بال1300 سي سي بالنسبة للعربية البروتونساجة القوة الحصانية 95 حصان عند 5750 لفة في الديية ده بالنسبة للبروتونساجة بالنسبة للعربية البيو اي دي افسيري القدرة الحصانية بتاعتها 108 حصان عند خمس تلاف وتمنمية لفة في الدقيقة آآ عزم الدوران برضو هتلاقي متأثر عشان عدد الساعة المحركة اختلفت آآ عزم الدوران مية وعشرين نيوتن متر عند أربعة تلاف لفة في الدقيقة بالنسبة للبروتون ساجة أما بالنسبة للبيو اي دي اف سري عزم الدوران مية خمسة واربعين نيوتن متر عند أربعة تلاف وتمنمية لفة في الدقيقة طيب احنا دلوقتي آآ في فيديو انا عامله في القناة مقارنة ما بين العزم والقدرة الفيديو ده بيشرح ايه الفرق بين العزم والقدرة والفكرة في ان انا بقولك عدد لفات المحرك بتدي عزم قد ايه? لان اه المطلوب ان يبقى عربية قدرة عالية فعدد لفات محرك قليلة. عربية العزم عالي فعدد لفات محرك قليلة. انما لما تجي تقول لي مسلا العربية متين اه حصان. وعدد لفات محرك تمن تلف لفة في دقيقة. طبعا ما فيش الرقم ده. ما بيتكتبش رقم زي ده يعني. ولكن لو في حاجة زي كده يبقى الميتين حصان دول مش حقيقين. يبقى الميتين حصان دول عند تمن تلف لفة انا اللي هيخلينا جيب تمن تلف لفة انا هحرق المطور. فالمقصود اه في القدرة الحصانية والعزم في فيديو في القناة بيشرح الفرق بينهم ويشرح ايه فكرة عدد اللفات اه للي عايز يفهم يعني. اه بعد كده طبعا اه نخش على اه معادل التصارع. بالنسبة للعربية البروتون ساجة معادل التصارع بتاحها بتوصل من صفر لمية كيلو متر على العداد مية كيلو متر في اربعتاشر ونص ثانية. العربية البيو اي دي اف س ري بتوصل من صفر المية في اتناشر واحد من عشرة ثانية. اقصى سرعة اه للعربية البروتون ساجة مية خمسة وخمسين كيلو متر اقصى سرعة للعربية البيو اي دي اف س ري مية وتمانين كيلو متر. اه الفتيس اه في العربية البروتون ساجة كل الفئات نازلة بالنسبة للبيو اي دي اف سري نازل منها المانيول ونازل منها الاوتوماتيك. طبعا الاوتوماتيك بتاعها العربية البروتن ساجة أربع سرعات. أربع نقلات. بالنسبة للعربية الخمس نقلات والاوتوماتيك بتاعها ست نقلات. طبعا ست نقلات ده بيرايح المطور. آآ يعني ست نقلات افضل. آآ نظام الجر في العربيتين امامي. آآ متوسط استهلاك المنزين. هتلاقيه برضو كل الارقام اللي قلناها قبل كده بنشوفها في متوسط استهلاك البنزين متوسط استهلاك البنزين بالنسبة للعربية البروتون ساجة 6 لتر لكل 100 كيلو متر بالنسبة للعربية البيو اي دي اف سري 6 و 13 لتر لكل 100 كيلو متر مقطوع طيب ال 6 و 13 لتر فيه ناس كتير جدا بتشتري العربية وبيحط فيها 20 لتر ويبدأ يحسب استهلاك البنزين بتحقق دقيقة ايه غير اللي موجود نظري يعني غير الرقم اللي انا بقولي دلوقتي ليه لان الشركات دي لما بتعمل العربيات ما تفتكرش انها بتختبرها وبتحط الرقم ده هي بتستهلك قد ايه والعربية لكن فيه اربعة بالعكس دي بتفضل العربية خالص وبتشيل حتى فردة الاستبن من العربية بتبقى العربية البيز اللي هي الفئة الاولى خالص لا فيها بقى يشيل كل الامكانيات وكل الكماليات من العربية وبتبقى عبارة عن حاجة صاج كده براكب عليها المطور اللي احنا بتكلم فيه ده وبتتحرك بتتحرك على طريق مختلف عن الطريق اللي حضرتك ماشي عليه يعني الطريق اللي بتختبر عليها العربيات عشان اقولك في الاخر انها بتستهلك ستة لتر لكل مئة كيلو متر بيبقى حقر زي حلبة سباء ده بيبقى الاسفلت نفسه بتاعه مختلف اللي هي اللي بنسميها الاحتكاك بتاع الاسفلت مختلف غير الاسفلت اللي عندك ما بتقفش العربية في اشارات اه ما بتجريش العربية على سرعة مثلا مية عشرين مية وسبعين مية ما فيش كلام العربية بتختبر على السرعة المتوسطة اللي هي بيسموها السرعة المثالية اللي هي تسعين كيلو متر في الساعة اه على حلبة زي ما بقول لحضراتكم المعامل الاحتكاك بتاعها قليل جدا يعني فيها مواصفات معينة في الاخر بيطلع استهلاك حضرتك بتشتري العربية وتقول اه انا جاب العربية دي ستة لتر لكل مئة كيلو متر طيب انا حط بنزين واشوف هيعمل كم في الكيلو متر لقى حاجة تانية خالص برقم تاني خالص تمام اه بالنسبة للتعليق الامامي اه في العربيتين ماكفرسون التعليق الخالفي تورشان بيم ده اه يعني النوع ده من التعليق كويس جدا نخش بقى في تجهيزات اه الامان دي حاجة مهمة جدا اه العربيتين فيهم اي بي اس اه العربيتين فيهم اي بي دي العربيتين مافيهمش اه الاس بي اه العربيتين مافيهمش الهيل ستارت اسست العربيتين مافيهمش الطير بريشر مونيتور العربيتين مافيهمش اه البليند سبوت مونيتور العربيتين مافيهمش اه اللان اه دبارشر اه ورنينج العربيتين مافيهمش اه اه تراكشن كنترول نخش بقى الحاجة اللي موجودة في العربات كلها واللي ما بتكلفش اه العربيتين فيهم اه اللي هو النظام بتاع تثبيت مقعد للاطفال اللي هو الايزوفيكس خش على الحاجات المهمة بقى اللي هي الوسائد الهوائية العربيتين فيهم وسائد هوائية كل العربية فيها اتنين وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي الحساسات الامامية مش موجودة في العربيتين الحساسات الخلفية موجودة في البروتونساجة ولكن مش موجودة في البيو اي دي اف سري الانزار موجود في الاتنين ايموبلايزر ضد السرقة موجودة في الاتنين دي الحاجات الموشيلن دي السنتر لوك موجود في الاتنين الحزام من الامان الخلفي موجود في الاتنين خش في الهيافة بقى والخيابة الازاز الفامي موجود في الاتنين الازاز الكهرباء موجود في الاتنين مريات ضم مش موجودة في الاتنين لان دي بفلوس مريات الكهرباء اللي تتحرك المريات نفسها بس وانت قافل ازازك موجودة في الاتنين الاشارات في المريات الجانبية موجودة في الاتنين بالنسبة لفتحة السقف مش موجودة في الاتنين الكاميرا الخلفية موجودة في البروتون ساجا مش موجودة في العربية البي وي دي اف سري. نفس الكلام موجود في البي وي دي. اه مقاس الجنت خمسةاشر بوصة في الاتنين. اه خش بقى في الحاجات المتعريفة. البلوتوث معرفش ليه بصراحة البي وي دي مش مركب بلوتوث مفرقتش يعني ده بداية اتنين جنيه. البلوتوث موجود في العربية البي وي دي اف سري. المدخل ايو اكس موجود في الاتنين. المدخل يو اس بي موجود في الاتنين. اه الطارة المالتي فانكشنز موجودة في العربية البروتون ساجة. مش موجودة في البي واي دي اف سري. اه شاشة وساطية سبعة بوصة موجودة في البروتون ساجة. اه مش موجودة في البي واي دي اف سري. اه بالنسبة لعددات ديجيتال مش موجودة في الاتنين. اه كشفات الامامية والخلفية الليد موجودة في الاتنين. كشفات الضباب الامامية موجودة في الاتنين. اه مساحات الكشفات مش موجودة في الاتنين. عدد سماعات الداخلية بتاعت الكاست اربع سماعات موجودة في الاتنين اربع سماعات. اه زر تشغيل محرك موجود في البروتون ساجة مش موجود في اه بيو اي دي اف سري. اه ريموت كنترول موجود في الاتنين. الكراسي كهربا مش موجودة في الاتنين. والله ان عندي عربية. العربية دي موديل الفين واثنين. والغريب هي كوري. وانا انا اجيبها من كوريا. اجيبها بنفسي من كوريا. الغريب ان العربية دي فيها كل كل كلام ده. انا مش فهم يعني احنا ده الكلام ده الفين واثنين. النهاردة الفين تلاتة وعشرين. يعني عدت واحد وعشرين سنة مسا. والعربية اه فيها كل الامكانيات دي. فيها كراسي كهرباء. الناس اللي عندهم المرسيدسات القديمة. والبيئمات القديمة. هيلاقي في حاجات مش موجودة في اللي انا بقوله كمان. تمام? التحكم في الشنطة كهرباء. الكراسي بتطلع وتنزل وتتحكم في الكرسي اه امام وخلف ويمين وشمال وكل حاجة. اه كل حاجة فيها كهرباء. يعني اه حاليا دلوقتي عربيات موديل الفين تلاتة عشرين. ومستخصرين. يعني كراسي كهرباء مسلا. اه مستخصرين ان نزلوها في عربية تماما نص مليون جنيه. التحكم في الشنطة يا دوي. اه مسلا في العربية البروتونساجة. اه كهربائي في العربية البي وي دي اف سري. ايه المشكلة اللي ما تخليك الكهربائي هنا كمان? دي حاجة تفهي. ولكن بتريح. كراس الكهرباء حاجة تفهي. بس بتريح. طمام? فدي مقارنة يا حضرات بين العربيتين البروتونساجة موديل الفين اتنين وعشرين والبي وي دي اه اف سري. اه قلنا موديل تلاتة عشرين. اه في نهاية المقارنة. اشكركم الحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة